اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أهمية مواصلة العمل النحو تنمية العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة مشيرا معاليه إلى أن العلاقات البحرينية المغربية تجسد عمقا وتعاونا مصداما وتحظى باهتمام ودعم من لدى جلالة الملك المفدى وأخيه عاهل المملكة المغربية الشقيقة ونوه الصالح إلى أن ما تشهده مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة من تنسيق ثنائي رفيع المستوى في المجالات كافة يعد عكاسا لروابط متينة وشراكة متعددة لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ونهضة وازدهار المملكتين الشقيقتين جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة وذلك على هامش المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي ينعقد في العاصمة المغربية الرباطة أكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية الاستفادة المتبادلة من الخبرات في المجال التشريعي بين مملكة البحرين والمملكة المغربية أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقديره وشكره للمملكة المغربية الشقيقة ودورها في احتضان تجمعات والمؤتمرات البرلمانية العربية والإقليمية من جانبه نوها معالي السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي بعمق العلاقات المتجذرة والمتينة التي تجمع المملكة المغربية بمملكة البحرين مشيدا بما تشهده البحرين من نهضة تنموية وحضرية بفضل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر